تودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود انا عارف انه بيفهم جدا في المجال فقال لي احمد وانت من بره المجال انت في التصوير فانت اصل اولادي ما عندكش الكريدابلتي قدام لك تقاومه او ترخطله حجة بحجة او وده يرجعني الاول نقطة خالص في الحوار ما بيننا ويعني ليه فيه او في الكلام لانا ما عنديش option ان انا اسيب احمد انا لازم اكتب كويس وهو اللي بيقدر يخليك كتابة بالنسبة له حقيقة امود هو اللي بيكتبه اللي بيبقى بالنسبة له كتابة ممكن تبقى فيه حاجة تانية اقل طف او تمام انا متحقف حتى تانية عمره ما هيعرف يكتب الرفعية انا اللي املك الرفعية او هيكتب اقل برفعية مش هينبهر سر الكتابة الوحيد انك تبقى عندك لسه قوت انبهار الطفل الطفل ده بيقف قدامك كده بيسألك اسئلة وجودية تماما ايه ويقولك انت عامل شعرك لك ده انت اللي ليه جايب التمثال ده لو انت كبرت واصبحت حكيم من جواك ومش محتاج تسأل اسئلة كتير انت توتالي بتفقد تماما موافق تماما وكل الفن الابداع عموما بيجي من الطفل لجواك واللي بيعرف يحافظ على الطفل لجواك الاعمار طويلة ويفضل مدرك انه موجود وبيحافظ عليه كل ما بيبدل انتاجه موجود بيكتب فيها ممكن اعمال من الناس اصغر بكتير جدا جدا وحديثة جدا جدا ومتطورة جدا جدا لانه ده الطفل الطفل هو يكبرش بالزبط كده الطفل ده بقى مشكلة لو بلغ بيك وبدأ اكبر شوية هيبتدي يبص الكل شيء بس صغار ويقولك انا عارف ان الحب اخره يعني ايه فمش هيكتب قصة حب حلوة مش هينفعل مش هيبه مراهقه وبيكتب هذا الموضوع لازه تبقى مصدق جدا الموضوع شبه تمثيلها على فكرة انت بتعيش الدور وتندمك في الدرجة انك بتبكي اول الكاتب سواء في الرواية انا عندي قناعة تمامة بكده اول سيناريو مش انا يعني بعض النظرية معروفة اولا انت عمليا انت احسن ممثل ممثل كل الشخصيات دي او كان الشخصيات دي هو بيكتبها لو انت كاتب صادق لو انت بتكتب من جوة من حتها المصبوطة من معاناية من محاولة معرفة وصبر غور الشخصيات دي تروح تحت جلدها انت بتلبسها مظبوط ولما بتلبسها بيصبح لها اقراضة خاصة بيها فتقدر ممكن في لحظة تعرضك تقولك انا مش هام كده انا حصلتلي كذا مرة انا في حد مثلا كان مثلا ابراهيم الله بيتدخل قوضة مش فاكر في فقالي حتا بالظبط وما بطلعش منها وعدت تلات تهم وحيات ربنا مش فاهم هو ما بطلعش لي لحد ما فهمت انه هو كان جاي يعمل حاجة تانية خالص ولقيت الحاجة دي فقدر تتخرجه وقدر تخرجه وبالظبط وهنا بقى لدي الحدة الوحيدة اللي بشوفها في الكتابة او بدء استمتاع الكاتب وتحليقه في افاق اخرى في عمله لما الشخص والعالم بتاعه بيصحى فهو لم يعد وحده لم يعد امام محبوس في قوضة هو وورا ابيض لا هو يعني الشخصية في الحمام الشخصية في المطبخ بتتحرك معايا خلاص اول ما بيجي اقعد على الورق تاني بقوم داخل في العالم كل تفاصيله انا حاسسها وشايفها صوتهم نفسهم فالكاتب هو حملان هو ممثل بس بيمثل من غير جمهور ويمثل لما يفتح الورق وبيبطل تمثيله لما يقفل متطفق معك جدا لما يقفل الورق يعني انا في اللحظات اره بتكلم بصوت قوادة في العشرينيات اسمها بامبة في يوم من الايام مين دي اصلا ده دور ممكن يبقى موجود في تحدي تمثيل جوه تدريب تمثيل تكلم بصوت واحدة ستة في العشرينيات بدينة جدا وقبيحة جدا ازاي تقدر تطلع ده غير لما انطق الحروف والحوار بصوت عالية فانا بقديها بصوت عالية ولما اسمعها في ودني فعلا انت بتسمعها فعلا بتسمع صوت انا بقول الحوار بصوت عالية لما بسمعه في ودني بجد بكتبه انا بانطق الحوار بصوت عالية شكل بيبداحك على فكرة ده هي ودينا بقى الحتة برضو لما بتكلم على الطفل اللي جوانا هو محتاج يندهش طيب انا لو في المنهج بتاعك اللي هو منهج اكتر من نص الكتاب بيشتعله بي او اكتر كمان دلوقتي حدش عنده رفعيد انه يكتبه هو مش عارف رايح فين ومش عادلا بيوصل يعني لما بتوصل بتبقى مجتم العامل بديع جدا لكن انت مش تعرف تعمله تاني مش تعرف تعمله تاني مش تطمنش التاني يروح كده لان في جزء حظه الهام ووقت معين لكن التجربة سرية جدا جدا وغنية بالاندهاش لو ما انا بكون بكتب انا من النوع اللي بكتب اعايز ابعارف بداية ونهاية وعارف بعض المحطات وانا من النوع اللي هو بكتب النوع العامل اللي هو مدفوع بالشخصية مش مدفوع بالحبكة او بالقصة يعني مثل لي الشخصيات لو قوية وكمبالين ورائعة وفي حاجات مختلفة جدا هي قدرة انها تصنع احداث مسيرة وتخلق عالم لها طيب لما انت بتكون عامل او مأسس كل تفصيلة بعد ما تخلص بحثك ومعاك القصة كلها عارفها طب طفل هنا بعد النقطة دي انت بتفكد جزء كبير من اللي اندهاش يعني كنت بحب دايما فسان يوسف ادريس عبر عنها هيل وبردو ستيفن كينغ انه انا بيقوله انا عايز ابقى اول كاتب اول قرق لنفسي انا عايز اول واحد اتفاجئ فهي فيها جزء اوفورية رهيبة مقابل انك يقتلتش في الحيط يعني ما يقتلتوه بقى جدا وده حصل كتير جدا طبعا ازاي ده بيبقى ما زال عندك بعد ما انت عرفت كل حاجة عن العالم بتاعك وشخصياتك واحداثه ثم هتقعد بقى تصيغه ادبيا وتسرده ادبيا سواء كرواية او سيناريو انا عارف ان رايح سكندري اوكي بس انا مش عارف ان رايح سكندري ازاي مش عارف ان راكب ايه مش عارفها قابل مين مش عارف لما اشوف الشمس وتحرق عيني هاوصفها ازاي يعني هاشتمها واعتبرها اكتر من عدو ولا هقول ان الشمس كانت في كبد السماء حيث التعبير العربي الخليجي اللي في المنطقة بتاعت القبائل العربية فالاستمتاع ما بيجيش من ان انا مش عارف ان راح فين اصلا انا على اقل لازم ابعارف وجهة وجهة بس لكن في النص انا الارتجال اقوى مما تتخيل يعني انا مثلا اقولك ان انا بكتب فيه الازرق في الرواية وطبعا ملكات الرواية في الموضوع اكبر بكتير جدا من الفيلم لسبب طبعا انت بتقدر تعمل تجريب رهيب يعني فقلت فيه جزء كده انه ياحي راشد بيقع فبدأت اخدت نفس الديالوج او المونولوج اللي كان متقال لمكوك فضاء بيتحرق وناس بتستغيس وجبت نفس الصوت اللي كان متسجل اللي الناس كلها تألمت منه لان بعد شوية الرائد الفضاء ده مات وبدأت احط نفس المونولوج ده جوه الرواية وكان ياحي راشد بيسقط تماما ده مش هيتعمل في الفيلم عمره ما يتفهم ولكن القارئ بيجي تريليت وبيقدر يسمع هذا الصوت ده ما جاليش ابدا وانا بحضر العظم بتاع الموضوع ده وانا بشتغل بكتب مثلا ياحي راشد العربية لفت بيه في ومن الايام هو امراته وبنته ولفت كذا لفة فانا تخيلت فجأة ان دي رقصة بليب بترقص ده ما جلتش مخطط له الاسلوب الادبي جوه الرواية يوفر لك فكرة الايفوريا والجنان والشغف انك تطلع معنى انت نفسك تتفاجئ منه ان البطل وصل لزي المرحلة وقد تجد في الحفر جوه النفس البشرية وانت بتكتب ان انت بتروح لمناطق انت عمرك ما تخيلت البطل سايكو بالمنظر ده او ان هو حنين بالمنظر ده او اي صفة فيه فدي منطقة الرواية فتقصد ان معرفتك بالقصة لا يمنع ان انت المفاجأة لان انت بتشوف ان ده بيز تطلع تتحرك منه ده اساس يسمح لك تتحرك في عوالم تانية بس انت ابسط من كده بيز يسمح لك انك لما تصحى تاني يوم تقعد تكتب على قل انت عارف انت فين بس على قل انت عارف انت فين وده ما يمنعش خالص عارفك ان انا ساعة وانا راح اسكندرية بلاقي كبري فجديد يتعمل فحط له مفيش مشكلة فيه استراحة جديدة تعملت ممكن اوقف اخد شي عادي جدا بس انا راح اسكندرية على قل بماسك عظم في ايدك يهيألك ان انت انت راح فين والاسكندرية دي مش معناها البطل هيش ولا يموت ولا ينتصر انا ايه اللي انا عايز اوصل له يعني الوجهة 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 فين كم اشتركوا في القناة